زابط اسمه مايك بيطار اتصفاح اسمه تشارلز وبيحصل ما بينهم تبادل ضرب نار وتشارلز كان مستني بالعربية واحد صاحبه اسمه ايدي لكن ايدي بيخاف من الشرطة وبيهرب وبيسيب تشارلز فتشارلز مش بيلاقي حل غير انه يخش يستخبى في محل ألعاب والزابط مايك بيخش ياره وبيقدر الزابط مايك يدرب تشارلز بالنار وتشارلز بيبقى خلاص هيموت وبيكلم الزابط مايك بصوات عالي وبيقول ان لو قدرت عيش فانا هنتقل منك انت وإيدي وتشارلز كان خلاص قرى بيموت وبيوقع رفق ألعاب الجود جاي وتشارلز بيقرر يطلع دعبة منهم وبيقول عليها تعويزة سحر الفودو والتعويزة دي بتسمح لتشارلز انه وين الروحه الجسم اللعبة وده لانه خلاص هيموت فكان لازم يتصرف وفعلا السحر بيشتغل وفيه برق بيتدرب من السماء في البحل وبيحصل انفجار كبير وإيه الزابط مايك بيقبر يعيش من الانفجار ده وبيلاقي جسة تشارلز في الأرض وهو ميت لكن روح تشارلز بتبقى انتقلت بالفعل للعبة الجود جاي وتاني يوم بنتعرف على ولد صغير اسمه أندي ويوميها كان عيد ملاد أندي وبالصدفة بيشوف علان للعبة الجود جاي على تلفزيون واللعبة بتعجبه جدا وكان عاوز يشتريها وبيروح هو ومامته ويفتحه الهدايا اللي قاتله فايت ملاده وأندي مش بيتبسط بالهدايا دي وكان عاوز لعبة الجود جاي اللي بتيجي على تلفزيون ومامته اللي اسنها بارك اللي بتوعيده أنها هتحوش وهتجبهله وبالليل بارك اللي وصحبتها ماجي بيشوفه بيع في الشارع بيبيع لعبة الجود جاي بسعره الخيز فبارك اللي بتتبسط لأن دي اللعبة اللي ابنها عايزها وبتقرر تشتريها ولما بترجع شغلها مدرع في الشغل اللي بيطلب منها تشتغل وردية بالليل وبارك اللي بتتضايق لأنها كده مش هتقعد مع عندي في يوم عن ملاده بس ماجي صاحبتها بتقول لها ما تشغليش بارك أنا هتقعد مع عندي النهاردة وبارك اللي بتاخد إذن المدة ساعتين وبتروح تودي اللعبة لأندي وأندي بيبسط بها جدا وبيشغل اللعبة وبتقول أنا اسم تشاكي وأندي بيفرح وبيحضو المنطو بيشكرها بس اللي ما كانوش يعرفوه أن لعبة تشاكي دي هي اللي جوها روح الصفاحة تشارلز وبعدها بارك اللي بتروح شغلها وماجي بتقعد مع عندي وأندي بيقعد يلعب مع تشاكي وعلى التلفزيون كانت الأخبار بتتكلم عن المجرم إيدي شريك الصفاحة تشارلز وبيتقالي إن إيدي اتقبض عليه بس هرب من اسم الشرطة وهي تشاكي بيلف وشه وبيتفرج على الأخبار وماجي بتقول لأندي يلا قفل التلفزيون علشان جيه وقت النوم وهلكن تشاكي كان عاوز يتفرج على الأخبار وهو بيقول لأندي في ودنه سيب التلفزيون شغال وأندي بيقول لما جي اتشاكي عاوز يتفرج على التلفزيون وهي طبعا ماجي مش بتحط في المخة إما اللعبة فعلا بتتكلم وبتفتكر إن أندي بيهزر وبتقفل التلفزيون وبتدخل أندي ينام ومع تشاكي وبعدها ماجي بتخش المطبخ وبتتفاجئ إن التلفزيون اشتغل لوحده وهو بتتفاجئ أكتر لما بتلاقي تشاكي قاعد قدام التلفزيون وبيتابع نشرة الأخبار وبتقفل التلفزيون تاني وبتاخد تشاكي وبتعتقد إن أندي هو اللي شغل التلفزيون وبتقول لأندي أنا قلت لك جي وقت النوم وانت لازم تسمع كلامي وانت رحت من ورايا وفتحت التلفزيون وحطت تشاكي قدامه وأندي بيقول لها أنا ما عملتش كده فماجي بتقول له أما ليه تشاكي مشي وراح شغل التلفزيون وبتنيم أندي وبتروح تقعد على الكنبة وفاجأ بعد شوية بتحس بحركة وراها وطبعا بتفتكره أندي وبتسمع أصوات جاي من المطبخ فبتروح علشان تشفي إيه وبتبقى قلقنا جدا ولما بتخش المطبخ بتلاقي الدقيق ويعر الأرض فبتاخد الجروف والمقشة علشان تلمي الدقيق ولكن بيزهر تشاكي من وراها وبيرمي عليها الشاكوش وهي ابن الخدر تتزحلق وبتقع من الشباك وبتموت ماجي وماجي بتصبح أولى ضحايا تشاكي ولما بركة لي بترجع البيت بتشوف الشرطة والإسعاف وبتقلق جدا على ابنها وبتطلع تشوفه ولما بتخش شاءتها بتلاقي شرطة في البيت ومش بتبقى فاهمة لسه اللي حصل ومتعرفش ان ماجي ماتت وبتطمن على ابنها وبتحضله وبتسأل عن ماجي فبيرد عليها الزابط مايك اللي بيكون نفس الزابط اللي قتل تشارلز في بداية الفيلم والزابط مايك بيعرفها ان ماجي وقت من الشباك وماتت وبياخد باركلي للمطبخ وبيوريها أصار رجلين صغيرة على الدقيق وبيلمح لها انه بيتهم أندي ان هو اللي قتل ماجي واندي بيخش عليهم وبيقول لمامتو تشاكي عاوز يعرف ايه اللي بيحصل وباركلي بتطلب منه يرجع قطو بس الزابط مايك بيبص على نعل جسمة اندي وبيليها ندفعه مفاجد دقيق وكمان مقاس جسمة اندي أكبر من قصار رجلين واندي لما بيرجع سريره بياخد باله ان رجلين تشاكي فيها دقيق فبيطلع يجري وبيقول لمامتو للزابط ان قصار رجلين دي كانت قصار رجلين تشاكي وهي الزابط مش بياخده بجدية وبياخده على قد عقله وبيقول مع نفسه دعايل صغير واكد بيهزر وبيمشي بعدها وباركلي بعدها بتسمع ابنها بيتكلم مع حد في قطو ولما بتخش عليه بتسأله انت كنت بتتكلم مع مين فهو بيقولها بكل بساطة كنت بتكلم مع تشاكي وهي مش بتبقى مرتاحة للي بيحصل وبتسأله تشاكي كان بيقولك ايه فاندي بيقولها هو كان بيقولي ان اسمه الحي هو تشالز وقال لي كمان ما جي تستاهل انها تموت فباركلي بتقوله كفايا هزار ما انفعش تقول حاجة زي كده واندي بيقولها اللي مش بيهزر اتشاكي هو اللي بيقوله جده فباركلي بتتعصب وبتقوله يا حبيبي دي لعبة بلاستيك ومش بتتكلم واندي بيتأسف لها وبينام وجنبه تشاكي وباركلي لما بتخرج من قطو اجترمي وابنها بس تشاكي بيلاحظ الزل بتاعها وبيفهى منها وقفة ورا الباب فمش بيرضى يتكلم مع عندي وتاني يوم باركلي بتوجب ابنها للمدرسة واندي كان واخن مع تشاكي بس بعدما باركلي مشيت اندي بيخرج من المدرسة لان تشاكي اللي طلب منه كده وخلاه يركب المترو واقنعه يروح لعنوان صاحبه ايدي وتشاكي كان اوز يروح لأيدي علشان ينتقم منه لانه سابه وهرب وتشاكي بيوجه اندي وبيخليه يوصله لعنوان ايدي واندي بيحط تشاكي على الكرسي ده قبل ما هو يروح يخش الحمام وهنا تشاكي بيستغل الفرصة وبيتحرك ورايح لبيت ايدي وايدي في نفس الوقت كان نايم وجنبه نوسدس وتشاكي لما بيخش بيفتح الغاز بتاع البوتاجاز في البيت وايدي بيحس بحركة وبيقوم من نومه وبيعتقد ان فيه حرامي في البيت فبينزل للدور اللي تحت وتشاكي بيفضل يعمل اصوات علشان ايدي يجي للمطبخ وهو فعلا ايدي اول لما بيخش للمطبخ بيدرب نار وساعتها البيت بينفجر بسبب الغاز اللي كان مفتوح والشرطة بتقبض على عندي لانه كان قريب من البيت وقت الانفجار والزابط مايك بيعمل استدعاء لباركلي علشان يفهم منها ايه سبب تواجد اندي جنب البيت وقت الانفجار وباركلي طبعا بتستغرب لان المفروض عندي في المدرسة وبتخش تتكلم مع عندي وبتقوله انت لازم تقولي الحقيقة وإلا هياخدوك مني انت ريه ربت من المدرسة وروحت للعنوان اللي كنت فيه فاندي بيطلب من تشاكي يتكلم زي ما كان بيتكلم معاه وهم من وحدهم والزابط مايك لما بيشوف كده بيعتقد ان اندي المفروض يروح لدكتور نفساني واتشاكي مش بيقول غير جملة واحدة اللي متبرمج عليها انا اسم تشاكي وفيه دكتور اسمه اردمور بيقول لباركلي بعد اللي حصل ده فلازم اندي يقدم عنا كام يوم في المصاحة وباركلي بتتصدم بس بتضطر توافق وبترجع لبيتها بالليل ومعها تشاكي وبتبقى شكة ان كلام ابنها صح وبتحط تشاكي قدامها وبتؤمر ويتكلم وتشاكي مش بيقول غير جملته الوحيدة انا اسم تشاكي فباركلي بتكرر تتخلص من اللعبة دي لان اندي ما وصلش للحالة دي الا لما جابت اللعبة وبتمسك الكارتونة بتاعته علشان تحطه فيها وترمي لكنها بتتصدم لما البطارية بتاعت اللعبة بتعمل كارتونة وده معناه ان تشاكي اصلا مفهوش بطارية وهو لما بتروح تتأكد بيطلع ان تشاكي فعلا مفهوش بطارية فبتتجنن وبتصرخ وبتوقع من ايديها وبتمسكه تاني وبتقوله انت ايه بالزبط وبتولع النار علشان تحرق تشاكي لكن تشاكي هنا بتحرك وبيحاول يفلت منها علشان ما يتحرقش وبيفضل اجتامها ويضربها وبيعضى في ايديها فهي بترمي بعيد وهي تشاكي بيخرج من البيت وهي بتحاول تلحقه لكنه بيركب الأسانسير وبينزل وبارك اللي نزلت الشارع وبتدور عليه بس مش بتلاقيه فبتركب تاكس وبتوصل لإسم الشرطة وبتقابل الزبط مايك وبتحكيره باللي لسه حاصل معها وان تشاكي تلعب يتكلم فهو بيقول لها بيتكلم دم اه دا انتوش هتلقوا على مجانين وهو ما كمش مصدقها نهائي وبيظن انها بتقول كده عشان تحرق ابنها من دا ما صحها بس هي بتورينه مع عبدك اللي في عبدتها في ديها بس هو برضو ما كمش مصدقها فبارك اللي بتسيبه وبتمشي وبتكرر تبحس بنصها وطرف تدور على البيان متجول اللي اشترت ممه اللابة وبتاع تدور عليه و تسأل الماس وفي النافر اللي ما بتلاقيه بتسأله انت جيت اللابة تم جود جلين من ايم بس البيان دا كان مدنون وكان عاوز يتحرش بيها بس بيوصل الضبط مايك وبينكزه وبيضربه وبيهدده يتلم وليقولي جاب لابة تم جود جاي من ايم فانباياع بيقوله انه ناتها في محل العمنا حروق ومايك بيفتكر المحل ده انه ماته في تشارلز وبيقول لباركني انه محن ان البالياع يقصده دامت في ارقاط للمتسالسن تشارلز دياري و الضبط مايك بيبقى مصدوم ودماهو بترديه بالجيد وباركلي بتسأن وهان تشارلز ان اي حاجة واو بيمد فمايت بيقولها اوه هو قال انه هيتيني انا و ايدي وهي بتورلطان يبدأ كلم من توكي هو بفعن اتن ايدي ان كده ممكن يبقى الدور عليك بس لا مش فاهمه طبعا هو ازاي دفن جوا اللعبة ومايك بيوصلها وبيعندها يام بطلع بيتك بس باركلي قبل ما تطلع بتها بتاتخد من مايك انوان بيت تشارلز ومايك كان بدأ يشك امنواح تشارلز ان دالت لجوا اللعبة فبيدقى على اسل الشرطة وبيطلع ملف تشارلز وبيركب عربيته وبيتحرك على بيته وبيطلع ان تشاكي موجود في عربيت مايك وبيلف الحبل حوالين برقبة مايك عشان يقتله ومايك بيفضل كوم وبياخد الولاع وبيحرق وش تشاكي فتشاكي بيسيبه وبيحاول يقتله بالسكتيمة ومايك وهو بيحاول ينقذ نفسه وبيتلب بالعربية ومايك بيطلع عايش وبيطلع مسدسه وبيحاول يقتله تشاكي وبيقدر في الاخر انو يضربه برصوصه في كتفه ويتشاكي بيطلع ايجري بعدها وتيم يوم باركلي بتروح لريتي تشاللز ومش بيكلاي حد موجود وبتشوف روسو مدغنيب عن الحيطة عن السحر الاسود اللي اسمه سحر الفودو وكلام مكتوب على الحيط عام دمبالا مانك السحر الاسود ومايك بيخش عليها وبيحكينها بن لحصل معام برح بن ميم وبيعون لها انا ما كنت اش مقتنع بكلانك بس تلع صح وتشاللز بطريقة ماي نماء الروحو لللاعبة وانا ما طلعت ملف تشاللز ارفت مكان بيقدي موزم وقتو مع راجل اسمه جون فحنا لازم نوصن لراجل ده قبل تشاكي علشان نفهم هو ازاي نقر راحو لللاعبة وفي نفس الوقت تشاكي بيباروح بن فرعن جون وبيقول لجون ما تخبش انا تشاكي وعملت تعوزة السحر الاسود ونجحت وجون مش بيبقى مصده في الاول بس بيصدق بعبهم انه تشاكي وبنفقى من كنامهم ان جون هو اللي علم تشاكي السحر الاسود واتشاكي بيقول له انا كنت افكر ان انا وحد ضرب علي نوع فلمش احس بحاجة بس لما ضرب علي مار مبرح حسد بالانم فجون بيقول له علشان انت بدأت تصبح بني ادم جوا اللعبة واي ضرر حيحصن لك هتحس دي عادي وكل ما هتقضي وقت في جسم اللعبة كل ما هتتحول لبني ادم اكتر جواها فاتشاكي بيتجنم من الكلام ده وبيقول له العزف رب من جسم اللعبة وارجع بني ادم كامي لاتن جون بيرفض يشعبه وبيقول له انا كل حاجة اللي انتهلك انت استخدمته في الشرط علشان امتى شخصك ازر وبيورح جون يتصل بالبليس لكن تشاكي بيمسك عروسة زيارة والعروسة دي المتوصلة بجسم جون بالسحر الاسود وانما تشاكي بيقزي اللعبة جون بيتقزي بالزبط فتشاكي بيكسر ريق للنعبة ويجون بيحس بالقلم فنقنه واتشاكي بيهبدل جون وبيقول له اونلي ازاي يفرب من جسم اللعبة وانا هقتلك وانما جون بيرفض اتشاكي بيكسر دراو فهجون بيتضر يتكلل وبيقول له ما فيج فرحل واحد وانما اكتعمل التعويز عن اول شخص كشفته هويتك قدامه فاتشاكي بيفهم ان ما لازم يعمل التعويز عن انبي لامنو اول شخص عرف بزرقه واتشاكي بيفضل بجون بعد ما فهد منه ان هو عاوزه وبيقتله وبيخلص عليه ومايك وباركلي بيوفرنوا لبيت جون بس كان وصله متأخر وجون كان لسه فين مفز وبيقول نباركلي ان ما اتشاكي يريح لاندي علشان لاخد روحه والطريقة الوحيدة بالاكل لتشاكي هي عن فريق قلبه وقلب بشر وعلى الجانب الاخر اندي بيشوف من شدك المصحة اتشاكي وهو بان على السنالم فبيفاف وبيفهم ان اتشاكي جاي علشان يقتله وبيزع وبيطلب المساعدة من الدكتور بس الدكتور مفكر انجي مكنون وبيسيبه وبيمشي واندي بيقدر ان ارده بيعيط واتشاكي بيتسلن للمصحة وبيسرق مفاتيح اوضة انجي وبيروح يفتح ان اوضة وبيلاي انجي نايم ومستحبي فبيطلع السيتيمة ورايح علشان يتنو وياخد جسمو لكن بيطلع ان اندي يضحك عليه وكان حاطت محده واندي بيطلع يجري من الوضة والدكتور بيشوف اندي وبيجري وانا واندي بيخش لأي اوضة وبيستحب ده لكن اتشاكي بيبقى جاله وهجم عنه واندي بياخد المشروط من الارض عباش اللي يحني لفسه وفي الوقت ده الدكتور بيوصن وبيوقع المشروط من ايب ده اندي وكان عاوز يبدي الامجيحانة مخدرة ويلايامه واتشاكي بياخد المشروط من الارض وبيطعم رجل الدكتور والدكتور بيعمل ارد واتشاكي بيحرطنو جاز الصدمات التهربائية وبيتنو بيه واندي بعد بيشاف اللي حصل بيطلع يجري وبيهرب من المصحة ومايك وبارت اللي بيوصنو بعدها وبيعرفوه بدمكتن الدكتور وكل اللي في المستشفى معتقد ديم ان اندي هو اللي قتن الدكتور وبركلي بتقولي مايك اكيد اندي يجري عن البيت وفعلا كان اندي يجري عن البيت وراح يستحبه في الدناب وبيلاقي مضرب جنبه فبيمسكو واتشاكي بيبقى وصل ودخل للبيت من الدفاية وكان معه السكتينة واندي بيحس دي وبيطلع علشان يضربو لكن اتشاكي بيفجو وبيضربو على جماغو وبيفكدو الوعي وفي الوقت ده باركلي وميلت بيكون وصلو واتشاكي بيبدأ انرقر التعويز على اندي وعن اخر سانية باركلي بتوصنو بتشيل اتشاكي ومايك بيمسكو وبيرمي بايد فاتشاكي بيعور مايك فلبلي وبيستفبه ومايك بيدجي مسجس لباركلي وبيروح يدور على تشاكي في البيت بس اتشاكي بيزهر من وراء وبيضربو على جماغو وبيفكدو الوعي لكن باركلي بتزهر وبتضربو بنبار وللأسف مسجسها بيطلع في طنقة واحدة فاتشاكي بيروح يهجم عليها وبركلي بتقدر تتخلص منو وبترميه في الدفاية وبتحبسو وبتوكي من اندي يدي يولع الدفاية بسرعة واتشاكي بيحاول يستعطف اندي وبيقول لخ مصحاب بس اندي مش بيثهده وبيولع فيه واتشاكي بيفضل يولع وبيصرف وبيخرب من الدفاية وبيتفحم اماما وبيبنود وباركلي واندي بيروح يتطمنه على مايك وباركلي بتوكيل من ابنها يجي من اسعافات الاولية واندي لما بيروح بيتسدم من جسة تشاكي مش موجودة وهده معناه انو لسا عايش وفي العنم تشاكي بيستعطف تاني قدامه وماسك استكيمة واندي بيجري وبيخش القدن امه واتشاكي كان بيحاول يقتن باركلي من حلان البد وفي مآخر تشاكي بيقدر يخش لهم بس باركلي بتضربه بالنار وبتطيع راسه تلاما لكن ابن الجمية كان لسا عايش وباركلي بتضربه تامي وبتحاول تنشل على علبه وبتصرق فيه المسدس كله وطيارة كل اطرافه تقريبا وبيظن مكده ان ماتشاكي ماد وبيوصل بعدها هنري المساعد بتاع مايك وبيروح كلنام يتطمنوا على مايك وحنري كان متفاجئ لما مايك بيقوله ان باللابة كان فيها روح تشولز وحنري بيروح بوز صنبوز ست تشاكي لكن تشاكي بيظهر تاني من ورا هنري وبيحاول يفنقه وباركلي بتدخن وقتلو من تشاكي بعيد وبتقول لمايك اضربه بالنار في قلبه وفعلا مايك بيضربه في قلبه وبيخلص على تشاكي كماما وبيخلصوا من الكابوس ده وبيخرجوا كلهم من القضاء واندي كان عنده احساس ان يدين مش معاك تشاكي وبعدها في سنتين الشركة المصنعة للابة والجود جاي حصلت عنه في سمع سيئة فجابت قصة تشاكي وقرارت دايد بنائه وترميمه علشان يتنفي الاشعاية وكلام الصحافة ان اللابة ساكمها رش وريرة ومنعرف لمكلام صاحب الشركة والمهندس ان باركلي رفعت ابيه على الشركة لكن الشركة كسبت المقضية وباركلي اتحجزت في المصحة النفسية ورعت بروها مرلونة والمهندس بياخد صاحب الشركة علشان يبص عن انابة تشاكي وهو بيتن من اعدد صنعها والعمال كانوا بيحكتوا نمساتا اخياله في اللابة بس فاجع الجهاز بيحصل فيه مشكلة وبيأكل عنه طيوع كهرباري وبيأكل للعمل انه كان بيرمم تشاكي وهو بيطلع انه راح تشاكي ينسه في اللابة وبنرف بعدها الامجي انه بقى افضار رعاية بعد ما باركلي دا حنا كان مساحة النفسية وفي زوج وزوج عبيق والدار الرعاية وبيأكل عنه يتبنوا اندي وبيأعرفهم دا الموظفة بتاعت الرعاية بكسة انجي بالكامل وبحدش كان مسادة لكسة الخرفية ان كان في اللعبة بتاقتن دا سن الاب سامسون ما كانش مرتف وكان شايف انهم مش يداروا يتبنوا طفلي زي دا لكن الموظفة بتتنعوا ان الولد سليم وعائل وفي الاشنر في الاب سامسون ومراته جوام بيأكل عنه يتبنوا اندي وبيأهدو معهم فالعربية وانجي يهان فالطريق بيشوف عربية العريس بتاعتون جود جاي وهنا بيرجع يفتكر تشاك تايمي وبيوصل اندي البيتون جديد وانجي بيتفرج عن البيت وبيأجيبه تمسال وبيبص عليه بس سامسون بيقنوا ممنوع لمسة كامل سن دي لان نحن بتاورو صنائلة وخسيفين من نها تتكسر وبعدها اندي كاميرايح لوطو وبالهولد بيفتح انقضة بتاعت واحدة اسمرة قايل وقايل كانت برضو انعلم تبنيها وجوان بتيدي وبتعرفها مع البعات وبتاخد اندي وبتودي القطو وانجي بيتبسط لان نقضة كان كلها عالعب ده السلية رعب لما بيكتشف اني في لابة جود جوي مو جودة وسامسون وجوان بيهدو وبيقولولو دي مجرد لابة وفاعم اندي كانت نعب عدية واسنع تومي وجوان بتفتكر اني اندي ليكس مع اللابة دي فبتاخد عدية بينما في مصنع العابة جود جوي ان مهندس دي افد لابة تشاكي ورايح يركب عربيتو وبيحط تشاكي في كنبا دوره وانمهندس بعد شوية بيقف بالعربية وبيخش السوبر ماركت وكان مسع تليفونه في العربية واتشاكي هما بيتحرق وبيقار مريستجيل الفرصة ويتلف في التليفون وبيكالدم دور رعاية اللي اندي كان مابوت فيها وبيقول لهم انا عم مأمدي ومحتاج اعرف عنوان العيلة اللي ببنتو فالموظفة بكدي لاتشاكي العنوان وانمهندس بيرجع عن عربيتو وبتحرق واتشاكي بيقو معنيني وبيرفع عن المسدس وبيقمر ويتحرق وينوصانه للعنوان اللي هنوانه عنيه واندي كان طبعا عنوان اندي وانمهندس بيسمع الكلام وبيوصانه ولما بيوصانه اتشاكي بيربط ايده وبيخنقه بكيس وبيموته وبعدها اتشاكي بيتسلن وبيخش البيت اندي وبيشوف لعبة تومي في الصالة فبيضمرها بتهم سنده وبعد كده بيتفنع فنجينينا عمشان يفهب بيها وبيرجع تشاكي لنبيت عنا اساس انه اللعبة تومي وتام يوم الصبح سيمسون بيجمع عن ايلا وبيوريهم التمثال المكسور وبيقولهم انا قلتلكو محدش يقرب من التمثال بحسا انجي وكاين بيقولونه مش يحمل اللي عملنا كده فسيمسون بيقارر يعقبهم لحد محد في يومي اعترف وبيحل كاين الكفص للموعين واندي يفضل معها وسيمسون كان بيفكلم مع جوان عن انجي وانجي بيفتصنط وبيسمحهم وسيمسون بيقولي ان بيشاكلي وعنده التراب عقلي بدبيل انه كان فايف من اللعبة جود جاي نما شافها شاكلي ولسه مقتنع من اللعبة بتايتن فوشاكلي كلا محتاج شوي تهتبعم دا استجوان بتقول له انا حبيته جدا واندي بيروح للعبة تشاكي وطبعا كان مفكرها تومي وبيقول للعبة انا بكراهج وبيبص عليها وبيثأكد ان مفيها بطاريات وبيمسك اللعبة وبيوري ننقب ونقم انه مش فايف منها فبعدها كايل واندي بيلعبه في الجنينة وهتشاكي بيلا اللي ان ما شافهم بيلعبه عند الحفرة اللي يدفن فيها اللعبة تومي وسيمسون بيان دا حالهم علشان ييدو يابلو واندي دا بياخد اللعبة معاه في كل مكان وبيحبطه في قده بالليل وهو نايم واتشاكي بيستنى اندي نمتا ناما وبيربطه من جميع اطرافه وبيكتم بقه واندي بيصحى وبيتصدم ان تشاكي لسا عايش واتشاكي بيبدأ اير على التعاليزة علشان مير اروحون جسم اندي لكن لحصة مالحظ كايل بتخش قده تقلدي فاتشاكي بيتوقف وكايل بتشوف اندي وبتشيرن بتاع نرف بقه واندي بيفضل ازا وبيقول اتشاكي عايش والأب ونأم بيقو على صوت اندي وبي اظنو انه كايل لحي انه ربطت اندي بالشاكي لذا واندي بيفضل يون نام دا كان تشاكي وكان اياخد روحي وسيمسون بيفعصب اندي بيفتنم على تشاكي وبياخد اللعبة وبيرمع فالبادروم واتشاكي لما بيقوم بيلاي منافير وجير الدم فبيفهم انه بيصدح بشالي فاللعبة ولازم ينقر روحه بسرعة وهتايم يوم الصح كايل بتوصل اندي لأوتوبيس المدرسة وكايل بتسألو انت زي ربط نفسك في شاكي دم بيرح واندي بيقولها ان قنتلكو انه كان تشاكي دس محبش بيصدقني واندي بعدها بيركب اوتوبيس المدرسة وهم دا اكتشف انتشاكي هيرن من بادروم ومتعندق في اوتوبيس المدرسة واندي لما بينزل الفصحة اتشاكي بيتسنل الفصد اندي وبيتكب شتيمة للمدرسة في الورقة بتاع انبي والمدرسة لما بتشوف الشتيمة في ورقة اندي بتتعصب واندي وهو روحي يفتح رفلالعاب بيترعب لما بيشوف اتشاكي والمدرسة بتواجو بالشكيمة دي وهو بيقولها انا ما كتبتش كده بس المدرسة مش بتصدقه وبتكرقه بتعربه وتخليقات في الفصل الوحده وبتشوف وبصص لتشاكي وبتظن انه عاوز يلعب باللعبة فهي بتقوله مفيش لعب انت متعاقب وبتاخد تشاكي وبتلميه في قودة المحزن وبتافل بين مفتاح وبتخرج من الفصل وبتافل برضو بين مفتاح وانبي لما بيبص ان المفتاح باب المحزن بيشوف تشاكي وبيتأكد انه فوة واتشاكي بيزع وبيأمر اندي يفتح البد بحس انجي بيهرب من شد باك الفصل وبعفي شوية المدرسة بتيجي ومش بتلاي اندي وبتسمع صوت في محزة من فصل وبتفتكر ان اندي جوا فبتفتح اللارزن وبتوقع تدور عليه لكن بيظهر تشاكي وبيضربها وهي بتتريع دمي اللي شايفاه وتشاكي بيخلص عليها وبيقتلها وانجي بيبارجع البيت وبيحكي لابو ومه ان تشاكي جاله مدرسة وسيمسون بيبقى تخنق من اندي واني الكلمين بيقولوا وبيقولوا تعالى انا حسدتلك كيف من اللعبة اللي امت خايف منها لسه في البدروم فوبيفتح البدروم وبتكون موودة وبيضطدح حانم تشاكي رجع نفسه للبدروم تاني وسيمسون بيتل مع جوان وبيقول لها انا ادنى اول ما كنتش عاوزة ببنة اندي الورث دا محتاج رعاية تبيرة ومحتاج يروح المصحة وبيكرروا انهم يرجعوا اندي لدور الرعاية وامدي وقايل كانوا سمقانهم وقايل بتيجي توسي اندي وبالليل اندي بيجيب شمنيور وبينزل للبدروم على شمنيقة تشاكي لكن تشاكي بديو رعا بيستخبدي وبيهجم على اندي من وراء وبيسيطر عليه واندي بيحاول يوصل للشنيور بس ما كانش عارف وسيمسون بيسمو عالدوشة دي ورارح يبدروم على شي ينشوف في ايه ولما بيوصل تشاكي بيرح يستخبه وسيمسون بيشوف اندي مسك الشنيور وبيفتكر بجنن وبيؤمر ويرمي السلح بعيد وبينزل بالراحة على السلانم بس بيزهر تشاكي وبيزوئ سيمسون وبيفقعو ورقابتو كتتسانو بيموت وجوان وقايل بيوصلوا بعدها وجوان بتعفقد ان امدي هو اللي قتن سيمسون فبتكره عندي جدا وبتحل منوظف الدور الرعاية تيجي تافدو وامدي قبل ما يمشي بيحزر قايل وبيقول لها فليك رايدة على تشاكي علشان هو في البدروم وبعدها انجيل يمشي وقايل بتوحد بدروم وبتبدأ تشكر تشاكي وبتعثدو بكلميه في الزدالة وبتروح تعد على المرجاحة اللي فور حفرة بتاعة تشاكي وبتتصدم قايل لما بتشوف اللعبة تومي ما تفوما تحت وبتروح تبص على تشاكي ومش بتلاقيه معاود في الزبالة وهنا بتفهم ان كلام امدي كان صح وبتسمع صوت جاي من قد جوان فبتاخد سكيمة وبتوحلها وبتتصدم لان تشاكي قتن جوان واتشاكي بيعمل لها كنين وبيزهر من وراها وبياجي معناها وبيرفع لقايل السلاح وبيامرها توديل دارة رعاية بتاع عمدي وقايل بتتطرف اسمع كلامه لانها في حيفة وهم في الطريق الشرطة بتوقف قايم والزابط بيشوف اللعبة ميزد منها دم وبيستهرب بس قايل بتعدي الموضوع ومش بتربط ولي الزابط لأي حاجة لحسن تشاكي يتجمن ويقتلها والزابط بيسمها وهي بتكمل طارينها لدارة رعاية وبيفضل متشعدق في العبية وهي بتقدر ترمي بعيد وبتروح عليه بالعربية علشان تقتله لكنه بيقدر يهرب وهي بتنزل من العربية علشان تدور عليه وتقتله لكنه بيظهر من وراها وبيرفع لها السكينة وفي دارة رعاية جارز الانزار بيشتغل وكل الاطفال بتنزل الدور اللي تحت وقايل بتزهر قدام أندي وهي شايلة تشاكي والموظفة بتشوف قايل وتشاكي وبتعرف انه قايل هي اللي شغلت جارز الانزار وبتخدهم لقدتها وبتقول لأندي هي دي اللعبة اللي مسيطرة على جماغك وفي اللحظة دي تشاكي بيقتل موظفة دارة رعاية والموظفة بتقع على مكنة التصوير وبتتصور وهي بتمود وتشاكي بيحبس نفسه في القدمة عندي وبيأمر أندي ياخده ويغربه من المكان وأندي بينفز الأمر وبيخرجه من دارة رعاية وتشاكي بيشوف عربية جرايد وبيأمره يروح يركبوها وقايل بتشوفهم وبتحاول تلحقهم بالعربية وهي تشاكي كان هيبدأ يعمل التعويزة على أندي في عربية الجرايد لكن بيشوف قايل جاية وراهم فبيتعصب وقايل بتزنق على عربية الجرايد علشان السواق يقف وقايل بتروح تدور على أندي بس مش بتلاقيه وبتشوف أندي وتشاكي بيجروا بعيد فبتطلع تجري وراهم بسرعة وتشاكي كانوااخد أندي لمصنع رئيس الجود جاي وقايل بتقدر تخش المصنع قبل ما يفل في آخر لحظة وتشاكي بيوقع أندي على الأرض وبيبدأ يقرأ على التعويزة وقايل بتفضل تدور عليهم بس للأسف مش بتلحق أندي وتشاكي بيقوى للتعويزة بالكامل ولكن التعويزة بتفشل لأن تشاكي أصبح بشري بالكامل في جسم اللعبة ولأنه فيدل جواها أكتر من 48 ساعة فبيتعصب جدا وكان عاوز يقتل أندي لكن قايل بتوصل وبتوقع على العرائز وبتاخد أندي وبيطلعوا يجروا ولأن باب المصنع مقفول فبيتسلكوا وسلم الإنتاج علشان يهربوا لكن تشاكي المجنون مش بيسيبهم وبيفضل يطردهم وقايل بتنجح إنها تقفل الباب عليه ودراعه بيثقتع لكنه بيبدل دراعه بالسكينة وقايل وأندي ما كانوش لقين مكان للخروج والموصف ده بيلاحظ مشكلة في خط الإنتاج فبيروح علشان يشوف في إيه بس تشاكي بيهجم عليه وبيقتله والموصف بيقوى على مكانة السير وبتركب له عيون لعبة وتشاكي بعدها بيوصل لقايل وأندي وحاول إيه قتل أندي لكن قايل ترابته ورميته على مكانة السير اللي بتوصل لماكنة تسيح البلاستيك وبيتقفل على تشاكي جوه وهي الاتنين بيفرحوا وبيعتقدوا إنهم خلصوا من تشاكي وتشاكي بيخرج وهو متشوه تماما وجسة الموظف بتتحادف على قايل فبطوع هي على مكانة السير وبيغم عليها وتشاكي بيطلع إنه لسه عايش ونصه اللي فوق سليم وبيقرب من أندي علشان يقتله بس أندي بينجح إنه يكوب عليه بلاستيك مغلي وتشاكي بيسيح تماما وبيموت وبيروح أندي يلحق قايل قبل ما كانت هتخش المكانة تسيح البلاستيك وبيشوفه جسة تشاكي وبيطلع إنه لسه عايش وبيقوم عليهم بس قايل بتقدر تسيطر عليه وبتحط الملفاخ في بقه وبينفجر تشاكي المليون حتى وأندي وقايل بيخرجوا أخيرا للمصنع وبعد 8 سنين رئيس الشركة سوليفان بيقارر يعيد فتح المصنع وإنتاج العرايس من جديد لأن المصنع كان قافل طول المدة دي بالسبب السمع السيئة وسوليفان بيقول أكيد الناس نسيت حد ست أندي علشان مر عليها سنين كتير وفهلا العمال بيرجعوا ينظفوا المصنع علشان يشتغلوا تاني ولكن بالغلط دم تشاكي بينزل في البلاستيك المستخدم في بناء العرايس فبيتم أحياء تشاكي تاني في جسم جديد وبييجي شخص من المصنع وبيقدم لسوليفان صاحب الشركة لعبة من ألعاب جود جوية الجديدة وهل الصدفة اللعبة دي اللي كان جواها روح تشاكي وسوليفان بياخد اللعبة وبيروح بيها البيت وهي تشاكي فجأ بيختفي من الكرتونة وبيبدأ يتحرك في البيت وسوليفان مش بيحس بيه وبيروح يشغل التلفزيون وبيلعب جولف وهي تشاكي بيروح ياخد علبة البالي دي وبيفل التلفزيون وسوليفان بيستغرب وبيروح يدور على ريموت وهي تشاكي بيرمي البالي في الأرض وسوليفان بيتزحلق وبيوع وبيلاقي الألعاب عنده في البيت كلها اشتغلت وبيتجننه ما كانش فاهم السبب وهي تشاكي بيغفله وبيضربه على دماغه بعصية الجولف وهي تشاكي بيضربه بالسهام في ظهره وبعدها بيهجم عليه وبيخنوه بالحبل وبيموته وهي تشاكي بيفرح انه راجع للحياة مرة تانية وما كانش ناسا أندي واللي عمله فيه وبيروح يوعد على الكمبيوتر وبيدور على العنوال أندي وبيعرف ان أندي حاليا بقى عنده 16 سنة وداخل المدرسة العسكرية وبنروح لأندي وهو رايح اول يوم ليه في المدرسة العسكرية والعقيد كوتشيران بيستقبله وبيتكلم معه والعقيد بيعرف قصة أندي وتشاكي وطبعا العقيد بيظن انها قصة خيالية وأندي ألفها وهو صغير وبيقول له هنا تنسى القصة بتاعتك دي نهائي لأنك لو عملت مشاكل هرفتك على طول وأندي بيسمع كلامه وبيروح لحلاء المدرسة العسكرية علشان يحلق شعره ويبقى جاهز وهناك أندي بيتعرف على زميله طايلور وأندي بيقعد يحلق وبيبدايق على شعره اللي بيروح وبيشوف إعلان لعرائس الجوت جاي على التلفزيون وطبعا بيتضيق لما بيشوفها وبيفتكر أسوأ الزكريات وبيعرف من الإعلان إن مصنع عرائس الجوت جاي رجع يشتغل من تاني وطايلور بيفرح من الخبر ده لأنه بيحب عرائس الجوت جاي جدا وكان نفسه يمتلك واحدة من زمان وأندي بعدها بيخش قط الجديدة وبيسمع صوت جاي من المخزن وبيتخد وبيفتكر تشاكي بس بيطلع إنه زميله في القوضة اللي اسمه جون وأندي بيسأله إيه اللي ربطك كده فجون قاله ده كان المقدم شيلتن خليك بعيد عن الشخصية اللي اسمه شيلتن ده علشان عامل فيها سيد المكان ومش رحيم مع أي حد وأندي بعدها بينزل الطبور والمقدم شيلتن بيجي وبيتأكد إنه كله حالق شعره ودقنه وبيزع فأندي بصوت عالي علشان أندي بصله وبعد ما بيخلص على أندي بيروح يكمل على جون بس زملتهم كريستين بتعترض على اللي شيلتن بيعمله وبتشتمه بكل سكف وسط الطبور فشيلتن بيقرر يعاكبها وبيأمرها تنزل 25 ضغط وكريستين بتنزل تلعب 25 ضغط بكل شجاعة وشيلتن بيلايها بتلعب ومش بتتعطل فبيصعب عليها الموضوع وبيأمرها تلعب ضغط بيد واحدة وكريستين بتنفذ الأمر بدون اعتراض وأندي لما شافها أعجب بيها وبعدها طايلور اللي أندي قابله في محل الحلقة بيقابل العميد كلارك وكلارك بيأمره يسلم الطرد ده لأندي علشان لسه جايله وطايلور بياخد الطرد وما كانش يعرف جواه إيه بس بيقع منه على السلم والطرد بيتفتح وطايلور بيكتشف أن الطرد ده جوا لعبة الجود جاي فهو بيتبسط جدا وبيقرر يحتفظ باللعبة لنفسه لكن فجأة تشاكي بيخرج من الكرتونة وهي تايلور بيتصدم واتشاكي بيضحك عليه وبيقول له أنا بس لعبة متطورة شوية وبتتكلم وطايلور المغفل بيصدق واتشاكي بيسأله فين أندي وطايلور بيتضيق أن تشاكي عاوز أندي مش عايزه هو فاتشاكي بتجيله فكرة وبيقول مع نفسه أن طايلور هو أول حد يعرف بالسر الجديد لأن أنا اتنقلت للعبة جديدة فأنا ممكن أن اروح لطايلور وبيتعرف على طايلور وبيقول له تعالى نبقى أصحاب ونلعب سوا بينما أندي على الناحية الثانية كان بيتضرب وبيبدأ يقرب من كريستين واتشاكي بيقنع طايلور أنهم يلعبوا وبينياموا وبيبدأ إيارة على التعويزة وطايلور الميصدق أن يدي لعبة واللي بينقص طايلور بيكون العقيد كوتشيران وبيقول له أنت بتلعب أنت مش كبرت يامني أنت في العسكرية حبيبي وبياخد منه تشاكي وأندي وهو بيتضرب بيشوف العقيد كوتشيران وهو مسك تشاكي وبيتشلث مكان وما كانش مسدة لدرجة أنه بيسيب التدريب وشيلتن بيجي زعفي وكوتشيران بعدها بيرمي تشاكي في عربية الزبالة وبيمشي وسواء عربية الزبالة كانها يتحرك بس تشاكي بيفضل يصرخ وبيطلب المساعدة فالسواء بيعتقك أنه في حد في الزبالة فبيروح بسرعة للزبالة وبيقعد يدور عليه وتشاكي بيتسلل وبيخرج من السندو وبيروح يسوق الشاحنة وبدم بارد بيسحك الراجل الغلبان ده وبيقتله والطلاب بيسمعه السواء وهو بيصرخ فبيروح له جري بس بيكون وصله متأخر وتشاكي هرب والراجل مات وأمجي بيحس بمزدة كبيرة إن ماتشاكي هو يفعل فبيشني معه سكينه في قطو علشان يحمل نفسه ونو ما كانتش يعرف إن ماتشاكي مستحد في قطو فرحب الشونت ويتشاكي بيبقى نستني جون بيخرج مند القضاء وجون بيقول له والعاكيد كلانك بيسألك سنت استلمت الطرد لجانك فأمدي أنه طرد إيه لجون أنه فيطر بجالت وستنمه طيلور علشان يدغولك فأنجي بيقول له لا مخدتش حاجة وبعدها جون بيخرج من القضاء وتشاكي بيخرج من الصندوق وبياخد سكينة أندي وبيظهر من تحت السليع وبيعور أنجي فرينبلو وأنجي بيتراب وبيقول له أنت زي مش بتمود فتشاكي بيقول له أنا نقيت زبون جديد أندي وحواحي لجسمه وأنا نش هسيبك تبدأ فنلي وفي بعوزة تعويزة دعير إن أنا لازم أنتكن منك وأنجي بيفهم إن الشخص اللي يقصده ويبقى بلايلور وبيهدفه بالجسمة وبتوقع منه السكينة وأنجي بيمسكه وبيفضل يدربه في الأرض وشوتن بيخش عنه وبيشوف أنجي بيتراب اللعبة في الأرض وبيقول له أنك تشكلك يبقى الممد أنا هاخد اللعبة دي عدشان عبديها هدية لأخت السوايرة وأنجي بيطلد منه ياخد اللعبة بس شوتن بيرفض فأنجي بيتسلن باللين وبيخش قود شوتن وهو نايم وبيفضل يدور على تشاكي وبيكتشف أني فيه سكيمة من سكاكين شوتن مش موودة فبيفهم أن متشاكي اللي خدها وبيكمل بحث على تشاكي وفجأة تشاكي بيظهر وراء فأندي بيتخض وبيصحي شوتن بالعلب وشوتن بيقوله أنت بكامل يهمه وشوتن طبعا كان هلب وشوتن مش بيلقى تشاكي موود في المكان اللي سابه فيه وبيفهم مع حلو أني عندي سرع اللعبة وبيقرر شوتن يعافر بأمبي وكل التناب وبيخليهو ميدفو حوالين بعب بيشاكين ده وأنبرا فعيم السلاح نمودي الساعة عنا شن شاكين عوزي فن للتناب يكره بأمبي وبينما تشاكي بيروح لطايلور علشن نيقضر روحو دس تايلور بيصامن ميالعب معاه العب تانية فتشاكي بيعرف هين نيقضر روح لطايلور وطايلور بيستدرق يتشاكي نقود تلاقيد كتران وف لابس وقت كريستين وصحبتها بيتسللن قود تلاقيد كتران علشن كريستين عايزة تشوف ملفة اندي وتعرف عنو معلمات اكتر بس لفنين بيسمع سوى قيم دان مرزن ولما بيفتحوا المرزن بيلاو تايلور مساكي تشاكي فبيعودو يتحقو علي ويتريعار تايلور وبياققو تشاكي وبيحطود روج وبعبدها بيسمع سوى تلاقيد كتران فبيهربو هم التلاتة والاقيد لما بيخوش المكتب بيشوف اينام الرصاص واقع من ارض وبيشوف تشاكي كمان وبيستهرب اللي جاب اندعبا دي هنا وبيبسكو وبيرمي في الزرالة لهايكما تشاكي بتحرك وبيزعر فجا ودنوي السكيمة فالعاكيد بيتراد وبيتجينو ساكتة قلبي مرحبدة وبيقع على الترافيزة وبيمود ويتشاكي بيدن انو مات دي ساكتة اندريا وما اكنوش جو نفسو والاسعاف بتايل دي ويتاني يوم بيعملو دي احداد على موتو والحناء بيعدي على التناق علشان يشوف لو في حد شعره طويل ويفلقنو وبيلاقي جون شعره طويل وبيطيوم منو ويديدو وبعد الفطار وانجي بيروح يوعد مع تايلور وبيحزر من تشاكي وبيقونو ثلت جيد عنو وما تسمعش كلامو فعي حاجر لسي تايلور كان لسه تفير ومش بيصب النصيحة وبيظنم ان ان اندي غيران ممنو فانبي بيتبيلو سكيمة علشان يكنيها معي وبعدها الحناء كانو بيحلال شوهم ويشون بعد ما حلص خبابو ميشي والحناء بيفتح بدرفني وبيناق تشاكي وهو بيشوف وشعر طويل وبيقرر يحطو على الكورسي ويحلقنو بس تشاكي هو اللي بيحلقنو وبيكنو في جنبا ويشون بيرجع تاني هنا الحناء علشان مسي حزبو وبيشوفو ماتوي وبيشوف تشاكي بيتحربك فبيتراب ويجري وبعدها بيقسمك طنباب لفارين علشان هيدربو على المنورة الحربية وكمان بي في الفارين ازرق مع شيطن وطايلور في الفارين الاحمر والعقيد بيقول لهم انتو هتاخدو اسلحة معاكو وعيكون فيها ارصاص تقليد ومش حالقي وعي حاجدة هيدرب ارصاص لفارين الحصم هي بحسران ورهيد شاكي كان سامع عن كلام ده وبيكرر يولع الدو وبيروح المخزن وبيشنو وصاص التقليد من الاسلحة الفارين الاحمر وبيحط تلكانهم وصاص فعليقي ويجوان بيروح ينضم بفاري شالتن وكان مصدوم من اللي شافوا عند الحمار ومش بيقدر يتكلم ويحصى حبدم للصبمة وبعدها الفارين بيروحوا لماسكة بتاحهم علشان يبداؤون منورة وباليير كريستيم بتاخد أندي وبتوريو اني في ملاي قراريبة والاتنين بيقربوا من بعض وأنبي بعضها بيرجع للمكايم وبيستندر كل ينام وبيقول لجون أنا هروح أدور على تايلون وبعد ما أندي تحرق شايتن بيروح بصان حمك أندي ومش بيللي وشايتن بيعتقد دين ما أندي بيخلني فري وهرب لي فري الخص فبيقبر فري ويفتشوا الغابة ويدوروا على أندي وأندي في نفس لقت بسرعة ويتشاكي كان خد تايلور يمكن بيعيج وهو بيقول له تعالى نلعب يعد ترد الأرواح بس تايلور بيقول له جينادة مملا ديئدن فاتشاكي بيتعصب عليه وبيطلع السكينة وحنا تايلور بيحف منه وبيفهم من أندي كان عنده حق وبيطلع السكينة تايلور وبيطعم تشاكي وبيهرب وقام بي قبل ما يوصل تايلور شايتن والفري وأزرق بيوصلوا وبيقبضوا عنيه وأندي بيقول لشيلتن إحما لازم ملكه ستايلور بسرعة من تشاكي بس شيلتن مش بيصدق ولكن ما بيقولها ومفكروا حايم وعلى الجانب الآخر كريستين وهي في الخبن وحدها تشاكي بييجي معانيها وطايلور بيوصل ليفعليني أزرق وبيقول لأندي إن با كان عمبك حق تشاكي كان عاوزي أزيني وفجأة تشاكي بيكلم شيتن على انجهاز نسينكي وبيقولوا أما أبطب عن كريستين سلمون لي تاينور وأسلمكم كريستين وإلا هاكن الكريستين واتشاكي تنتماسك في جدوكم بلا وبيفد مع الفريل الأزرق وبيتسند بالفريل الأحمر وبيقولهم على مكان الفريل الأزرق وبعدها شيلتن والفريل الأزرق بيوصلوا مكان تشاكي وهي شيلتن بيتسدم أما بيشوف تشاكي بيتكلم وبعدها بيوصلوا الفريل الأحمر وبيبدأوا يضربوا نار على الفريل الأزرق علشان يكسبوا في اللعدة وما كانوش يعرفوا طبعا ان الرصاص ان المعرهم حقيقي فبالتالي شيلتن بيتضرب عليه نار وبيموت والفريل الأحمر مش واخد باله ومكميفوا ضرب النار واتشاكي كان مبسوط جدا مميلا بيحصن وبعدها الفريل الأحمر بيلاحز انهم معهم زرحية حية فبيوقفوا ضرب النار وبيروخوا ان شيلتن وبيدوهم مات واتشاكي بعدها بيرمي عليهم كلهم من كنبلة بس جوا بياخد بانه وبينام على ان كنبلة وبيضحق نفسه عذا شانجن باري وعنجي بعدها بيشوف تايلور بيجري من تشاكي وطايلور بيوصل للملاهي وبيخش لفهمة الزبط وبيعكل من المساعدة وبيورنو في حد اسمو شالز عاوزي قتنجمي بس الزالب بيهدي تايلور وبيفدو على قد عقلو بيدين البام فبيقندو انا معاي اللعبة دي ما تلعب بيها علشان بيهدى وبعدها بسواني انبي وكريستين بيوفصلون للمناهي وبيخشوا كيمة الزبط وبيلقوا باقتولين وبيفهموا ان ما تشاكي انداء تنوب وكريستين بتافض السلاح من الزبط علشان اكيد هيحتقو وبيشوفوا من بايد تشاكي وارفة تايلور لي بيطر راب فبيخشوا وراء واتشاكي انما بيشوفهم بيضربهم بالنار وبيقدر يسيب كريستين فريقليها فكريستين مش بتقدر تتحرق وبتاد بيستلح لانبي علشان كان من هو وطايلور كان بيجرم من تشاكي بس بيقفوا حفره ومش بيعقف تحرق واتشاكي بيقدر يوصنو لكن سكيمة بيلا تمزل على تشاكي وبتشين مص هو فتشاكي بيتعصب وبيفع استلح على كايلور علشان يعمل التعويزة وبالفذان بيبدأ انه يعملها لكن اندي بيضربوا برسوس تيم نبايدو بيقفوا واتشاكي بيقع واندي بياخد تايلور عدشان يهربوا لكن تشاكي بيبقى لسا عيش وبيهجم على اندي وبيخنقوا بس اندي بيطلع السكينة وبيتعيدي تشاكي وبعدها بيرمي وتشاكي بيقع في بروحة وبيتقطع اليمية حدة وكده تشاكي بيموت واندي احيرا مجح فالقضاء دي وكريستين ذكت مين للمستشفى والشرطة بتاخد اندي عشان يحققوا معه وبكده بتنجاهي اول ثلاث اجزاء من سلسنة فلان وشاكي